نحو 85 ألف طفل قضوا نتيجة المجاعة منذ عام 2015 في حين أصيب مئات الآلاف من الناس بأمراض متنوعة وبدائية سبقوا أن تخلص العالم منها ذلك ما ورد على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك وهو يدعو الدول المانحة لتوفير أربع مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن وذلك أيضا ما تبرع به الأمم المتحدة التي أجادت الحصر والتوصيف واستجداء الدعم المادي مقابل فشلها في العمل الجاد على إخراج اليمن مما تعاني فشلت الأمم المتحدة في دورها السياسي كوسيط في الأزمة اليمنية على مدار الخمس سنوات الماضية وبدى دورها عقيما وعاجزا عن إنتاج الحلول رغم تعدد المبعوثين وفشلت أيضا في التعامل مع الوضع الإنساني وإيصال المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها بالشكل المحايد وهذا القول يستند على ما أثمرته تلك المساعدات التي تحولت في جزء منها إلى اقتصاد حرب تستفيد منها الميليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها وهو فشل يتناسب مع حجم الدعم الذي حصلت عليه المنظمة وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتفاقمة يوما بعد آخر وبالتزامن مع دور الأمم المتحدة وما يمكن أن يقال عنه سلبا أو إجابا ترتفع أنات اليمنين في الداخل ويعلو صوت النداءات ويكثر الحديث في وسائل الإعلام عن أزمة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ لكن ذلك كله استدم بصمم أصاب العالم في ضميره وجعل من معاناة الناس أداة من أدوات الصراع والنفوذ السياسي